الله إسرائيل ما هكذا أرادته واشنطن ولا هذه هي الهوية التي طمحت لها منذ أن سعت عبر آلتها العسكرية الطاحنة لاحتلاله عام 2003 يا له من اختبار سريع للعلاقات العراقية الأمريكية وكشف أسرع لكذبة الاستقلال السياسي التي تنشدها واشنطن لبغداد فالغضبة الأمريكية من تصويت مجلس النواب العراقي على تشريع قانون تجريم التطبيع وحشره في خانة معادات السامية لم تكشف جديدة لكنها ذكرت إلى أي صف ستكون الولايات المتحدة عندما يكون الطرفان بغداد وتل أبيب العراق الجديد لم يكن جديدة كما أريد صياغته أمريكية فلقد كرت الأعوام وبعد اكتمال عقدين من استخدام القوة الأمريكية في الجغرافية العراقية وبعد فصول من إنهاك بلاد الرافدين تارة بالاحتلال وأخرى بالتنظيمات الإرهابية وحتى مع محاولات تقطيع أوصالها لتحييدها عن الصراع العربي الإسرائيلي لم ينجح المشروع أبدا يأبى ذلك وشعبه ما كان ليرتضيه كيفما كانت هوية من يقود لهذه البلاد ومهما ردد مسؤولوها أنهم ليسوا طرفا في محور على حساب آخر ما عاد عليهم إعلان الحياد بين المحاور بنفع ولا اطمأن إليه الأمريكيون أو حلفاؤهم قضي الأمر فمهما اختلف العراقيون في كيفية إدارة شؤون البلاد ومهما كانت أسباب إدراج قانون تجريم التطبيع سواء لتحقيق مكسب لطرف سياسي أو إحراج آخر لم يجد حرجا في بيع النفط لتل أبيب أو لدفع تهمة عن من تتلبسه التهمة فقد وضع القانون مصطرة واحدة تعاقب من يخون القضية بأقصى العقوبات وتعيد العراق إلى واجهة الصراع كصخرة أراد الأمريكيون ومعهم الإسرائيليون تفتيتها أو تقسيمها أو غمرها بالتطبيع فلم ينجحوا عبدالله بدران بغداد الميادين